السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم متابعين الكرام ومتابع كورس المونتاج من الصفر حتى الاحتراف معكم عبد الرازق مغاتا وهنتعرف مع بعض النهاردة ازاي تعمل فيديو لتسريع والتبطيق زي الفيديوهات الرياضية اللي بنشوفها وتلاقي لعب البركور بيتنطط وبينط وبيعمل وبيتبص تلاقيه بيبطط في وقت معين هنتكلم عن الموضوع ده النهاردة بالتفصيل تابعونا قبل ما نبدأ التفاصيل المحاضرة لو دي اول مرة زور القناة ياريت تشترك في القناة وادفع على زر الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات الجديدة ويلا بينا يعني مسلا الوقتي هنا الراجل ده مسلا اهو الشاب ده ماشي بيجي عند المنطقة دي مسلا اهو بيبدأ ينطل تمام اهو ييجي مسلا هنا في المنطقة تانية اهو هناخد مسلا شرط زي ده هنبدأ ناخده بس على جنب كده خالص عشان نبدأ نوضح بس لحضراتكو اه طريقة التفصيلة بتاعت الفيديو احنا هنيجي هنا في المنطقة دي مسلا احنا عايزينه يبطأ من اول مسلا هو هنا واخد السرعة بتاعته والنطة اللي هي دي نطة دي كده اللي هي دي عايزينه يبطأ فيها فهنيجي نعمل اول حاجة ان احنا نعمل قط هنا اهو قط قط وبعدين مجالد ان ينزل خلاص هيبدأ يكمل عادي جدا هنبدأ ان نمد بس الفيديو بتاعه اهو اهو خلاص خد الوضعية بتاعته احنا مش محتاجين غير الشطة اهو ده بس راعته الطبيعية النطة بتاعته دي احنا عايزين نبطأ هنيجي نعمل ايه الوقت ايه هنيجي نشد بس هنا كده ونيجي على نقول له عند الاسبيت ده الوقت كده مية في المية لو انا قلت له ميتين في المية او تلتمية في المية هيبدأ يضغط الفيديو تلتمية في المية فهيبدأ يسرع احنا عايزينه يبطأ فهنيجي نقول له ايه خمسين في المية فشايفين الفيديو بدل مساحته الاول بكات الحد هنا هيبصت لقيه اتمدى هنا خمسين في المية يعني كأنه ضاعف مية في المية هنيجي نقول له اهو نيجي نقول له خمسين في المية ونبدأ نشوف الوقت مع بعض اهو طيب فيه ابطأ من كده ان احنا نيجي هنا ممكن نيجي نقول له ونيجي نقول له مثلا عشرين في المية ونبدأ نشوف الوقت مع بعض شكل الفيديو هابقى عمل الساعة اللي هو كده اهو ماشي اول ما خدا الوضعية بتاعته خلاص بدأ يرجع للشكل ده اهو طيب اهو ممكن لو انت عايز تسحبه هنا مباشرة ممكن تيجي تدوس على من الكيبورد اللي هي المنطقة دي وبعدين اهو تختار الاداة دي وبعدين تيجي هنا على البداية ده تبدأ تسحب من هنا لحنا فهنبدأ نشوف الوقت مع بعض لهو كده الوقت داخل على السرعة عالية جدا وبعدين بدأ ينط بالراحة وبعدين بدأ ينزل طبعا الحاجات دي بتقى محتاجة على الفيديو الواحد لازم على الاقل اللي يكون التسجيل بتاعه خمسين فريم برساكند او ستين فريم برساكند علشان ما تحسش بالتقطيعات اللي هي موجودة داخل الفيديو اللي هي امام حضراتكم دي شايفين اللي هي كده تمام طيب ممكن الافتر ايفيكت بيحاول ان هو يضع من مضادة اكتر ولكن لو انت في نشروعه وحاجة وعاست بقى تسرع ممكن تسرعها بدلا لات 27 ممكن تخليها 40% مسلا او حاجة اخوص 30 بيحسن ان الدنيا تبقى اصبط شوية مش بين وتقطيع وبعدين الراجل بدأ يشتغل لو احنا عايزين نعكس ممكن نصغر دي نيجي هنا وبعدين نيجي مسلا نعمل كده احنا كده سرعناه او ممكن نبطق دي ندوس على الار والنبعدين نبدأ نشتغل هبص تلاقي الشخص هنا كده 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 هوا الموضوع سهل جدا جدا ولكن محتاج من بعض الممارسة علشان خطر ان احنا نشتغل عليه لو انت عايز تجابها من هنا ممكن من الار او من انت ممكن تزبط الحاجة بتاعتك ممكن من وتبدأ تتعلم فيها ازاي ان احنا نعمل كده في نقطة تانية وهي موضوع يعني ايه احنا نيجي نشوف الوقت كده مع بعض ايه اللي حصل ان احنا الشخص اهو شايفين جا كده تمام وبعدين نخلص الشوت بتاعه لو احنا اجينا هنيجي نقول نفس الشوت ده اهو من البداية خالص اهو كده نعيده نقرره اللي هو هنا كده اهو كده اتكرر تمام ده نفس الشوت يعني هو احنا يجينا الشوت ايه اللي هيحصل كده وبعدين واقف احنا بقى هنعمل ايه هنيجي نروح عاملين نجي نقول وبعدين ايه اللي هيحصل مجرد ان الشخص جا هنا يبدأ يعمل كده اهو كده كده وبعدين رجع يبا احنا نتفرج على المشهد كله مع بعض الراجل جاه نقطة النقطة بتاعته نقطة النقطة التانية وبعدين بدأ يرجع بالشكل اللي امام حضراتك ده الموضوع سهل جدا جدا محتاج ممارسة ومحتاج متابعة علشان خاطر ان انت مع كدر الافكار في اي تنفيذ اي برومو بيقى محتاج التفاصيل البسيطة جدا دي هتفرق معك جدا مع الاطعات المزيكة ومع اه ان انت تحط مزيكة ظريفة مع تصبيت الالوان مع اختيار الشطات الكويسة مع ان انت تعمل على الشطات اللي هي قوية جدا في الفيديو ممكن يجي لك فيديو عشر دقايق تاخد منه شطين بس اقوية وترمي الباقي وتشوف اي فيديو تاني في حاجات برضو شطات قوية علشان تطلع برومو ناجح وتطلع فيديو كليب ناجح او ان انت تبدأ تطلع حاجة الناس تبقى مبسوطة بيها جدا وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس النهاردة لو دي اول مرة زر القناة ياريك تشترك في القناة واتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل دروس المحضرات الجديدة ولو انت مهتمي بعالم الجرافيكس ومعالم المونتاج الاحترافي ممكن تبص بص على القايم التشغيل عندي او البلاي لست عندي على القناة كان معكم عبدالرزق مغاية نشوفكم في درس جديد وموضوع جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته